الفقرة عبارة عن تصريحات سابقة أسقطناها على الفيسبوك تقول من الكابتن علي هادي شرار حيدر ظلمني كثيرا وهو يتحمل إقالتي من منتخب الناشئين والقرار كان فردي وشخصي وامتياز يعني علي هادي يعرف هاي المحقيقة كان القرار جماعي لو يعرف محقيقة كان ما قاله لا لا قرار جماعي وطلب الاجتماعي جمع الرئيس للتحاد وعضاء الاتحاد كلهم صوتوا عليها كلهم بالإجماع وأخبروا للعلي هادي بهذا الموضوع وما عندي أي شيء شخصي دعا ليش رجعوا إذا كان القرار جماعي اللجنة يا لجنة اللجنة اللي صارت تحقيقية كان القرار جماعي وإذا ما عندك شيء شخصي ويا ليش وهو يعلم القرار جماع ليش فقط اتهم شرار حيدر يعني هو رادي يحولها إلى موضوع شخصي وهو يعرف ما عندي شخصي اللي أكثر مدرب تعاون أنت هو إياه وعلي هادي ملعبي مفتوح أنا داعيت لبزيات تراتب وأكو اجتماعي أجاني بيهن وأنا واحد منهم ليه حسا مذاكر أنا مذاكر تفاصيلها بالإعلام ترى أنا كل شيء مذاكر بالإعلام وعلي هادي تم يعني هاجمني أكثر من مرة في القنوات هو وحمزة هادي زين حمزة هادي شي عليها يعني بالنتيجة ينتخي لأخي ما بيها شيء المهم ويقول لك أني وأخوي على من عمي فهاجمه وأنا ما رديت حقيقة وبعدين اتصل بأحد أخواني بأهلي وهدد وهذه المكالمة منه هدد؟ ما رديت علي له حمزة؟ لا علي علي موجودة دخل أحد زملاء الإعلامي قلت لأي أبا أنا بالعكس ما عندي مشكلة هدد أهلك لو هددك شخصيا؟ فما رديت نهائيا لحد الآن أنا ما رد وهذا الموضوع نهائيا مو شخصي والاتحاد يعرف يعرفون كلهم زملاء أو حتى الإعلام يعرف هذا الموضوع أنا كل اللي سويته أنه كان يجب أن يقضى على التزوير في مرحلة من المراحل ولازم يصير كبش فداء ولازم صار شرار حيدر كبش فداء بالعكس أنا فخور بيها لا صار عليها دي كبش فداء ليه شرار حيدر؟ شرار حيدر إذا فعلا هو اللي قضى على التزوير رح يصير بطل قومي لا بالعكس أنا كالتحاد أول شي سوينا القرار مع القضاء على التزوير سوينا منتخبات خالية من التزوير بعدين سوينا اللجنة اللي مش تشرف من الضباط الداخلية اللي يدقق بالجوازات بعدين أنا سويت اللجنة اللي يدقق بأعمار الفئات العمرية بالدوري العراقي أيضا وبالنتيجة من صار القرار هي أن حلت خمس منتخبات مو منتخب واحد كم واحد لقيت تزوير بعد هذه اللجنة؟ أتقدر تسأل اللجنة؟ يعني اللجنة على الدوري؟ اللجنة كل ما نتصل بهم والله إحنا ضباط ما نقدر نصرح وها هي مشكلة اه اي مشكلة صاحبا من يروح منك خمس لاعبين أو أربع لاعبين أو ثلاثة هذا المفروض ما يأثر هذا بالعكس فرصة جيدة للعب الشاب اللي قاعد يتحين الفرص حتى يلعب فالمفروض الدوري يستمر يعني ما معقولة أني عسكر منتخب وطني أجل شهر والله شنو الانديا ما تطيلي واعي بها والانديا تقول زين هذا النادي عده 35 لعب زين ذوله 35 لعب مو كلهم عقود بمئات الملايين يم مؤسستة زين شنون يبررها من ما يلعب اللعب ولا دقيقة الموسم كامل أو الإدارة أو المدرب ما عنده ثقة بيه لعبة بالدوري لعبة بيش موقع بالملايين؟ مو هي مو هي إذا تناقش تروح بالتفاصيل يعني صعب صعب كلش فالمفروض صعب من أي ناحية؟ صعب من كل النواحي مثلا لأن تلقي هو يخلل في عقود بعض اللاعبين في بعض الانديا خلل له شبهات فساد خلل هو خلل هو خلل وانت تجملها تطيها بطريقة حلوة كل شبهات فساد في بعض عقود اللاعب نحنا الناس ملت من شبهات الفساد والفساد والنزاهة وانت تقول لاعب ما يلعب دقيقة وموقع بملايين طبعا وهذا موقع لنا بن مدير عام وهذا موقع لنا جايب في المؤسسة الفلانية هاي الانديا المؤسساتية موجودة في الانديا موجودة موجودة وتحدى أي شخص يقول لا موجودة وانا رئيسنا دي صالي 12 سنة موجودة صارتوا ياكم؟ احنا ما عادنا هيجي احنا مشكلة هي التمشكلة لو ديكارخ ما عندها هاي المسألة